انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال القمة التأسيسية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية بمشاركة اليمن بوفد رأسه وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع وافتتح أعمال القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمشاركة 21 رئيس دولة من الدول المصادقة على اتفاقية الانضمام من أصل 64 دولة موقعة على اتفاقية الانضمام وفي كلمة اليمن أشار وزير الكهرباء إلى حرص الحكومة منذ عام 2016 على الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية والذي أقر إنشاؤه في قمة باريس للمناخ أواخر 2015 لافتان إلى استفادة اليمن من خلال تمويل مشاريع الطاقة الشمسية عبر التحالف الدولي بتمويلات ميسرة وأقل كلفة ووضح أن اليمن بحاجة ملحة إلى موارد الطاقة البديلة لما تتمتع به من مصادر غنية بتنوعات الطاقة البديلة مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت في اليمن وقع ملموسا في معظم مناطق الجمهورية اليمنية والتي تم البدء باستخدامها في المجال الزراعي من خلال ضخ مياه الآبار الجوفية كما بدأ في اليمن على المستوى الفردي تغذية المنازل بالطاقة الشمسية بإمكانيات المواطنين الذاتية والجدير بالذكر أن اليمن وقع على اتفاقية الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في فبراير الماضي